وفي المقابلة فدت مصادر خاصة للحدث بأن حركة حماس لم ترد حتى اللحظة على موقفها بشأن العودة لمفاوضة هدنة غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل وأن حماس بعثت رسائل للوسطى أبدت فيها غضبها بشدة من العمليات العسكرية ضد مخيمات النازحين وتحفظها أيضا على العودة للمفاوضات في ظل استمرار القصف الإسرائيلي أضفت مصادر الحدث عن المفاوضات معلقة بسبب عدم تلبية إسرائيل لعدد من المطالب أهمها وقف العمليات العسكرية والسهداف المدنيين والانسحاب من رفح أشارت المصادر إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة لوضع آليات للعودة للمفاوضات لكن تل أبيب تعطل أي خطوات لاستئناف المفاوضات كما شددت المصادر بين الوسطى في رسائل مباشرة لواشنطن على أن استهداف إسرائيلي النازحين يعرقل استئناف المفاوضات وأكدت المصادر على أن القاهرة متمسكة بحل أزمة معبر رفح وبأنها ستطرح خلال الأيام المقبلة مقترحات لحل الأزمة دون أي وجود إسرائيلي في المعبر ترجمة نانسي قنقر